الحقيقة إحنا سنتين وشهر وستاشر يوم محسوبة إحنا بنحسبهم باليوم لأن إحنا أكتر ناس كنا في حالة من الحزن لإغلاق المساجد في مرحلة من المراحل وثم الافتتاح الأول كان ببعض الإجراءات الاحترازية اللي كانت نظمتها وقتها كانت تدارية لجنة الأزمة كورونا قبل ما يتغير اسمها وعلى مدار الشهور كل ما يكون كان فيه انفراجة معينة كان بيتم شيء من التيسير وشيء من التساهل في العودة للحياة الطبيعية يعني هي اتخذت على مراحل بداية عودة المساجد في الجمع وبعدين في الصلوات الجماعة وبعدين افتتاح دورات المياه والمناسبات وقاعة المناسبات وغير وغير لغاية ما وصلنا الرمضان بشهر الرمضان اللي فات ده وكان عندنا في شهر رمضان اللي فات ده انفراجة على مستوى أوسع شوية من رمضان اللي فات كان عندنا في رمضان اللي فات ده السماح بمصلة السيدات ده ما كانش موجود السنة اللي فاتت السماح بالدروس دروس العصر وخاطرة العشاء وده ما كانش موجود السنة اللي فاتت السماح بدور المناسبات وده ما كانش موجود السنة اللي فاتت ليه انا بقول الترتيب ده والتنسيق ده لان حضرك بتقول لي ايه ابعاد اتخاذ القرار عايزين نقول للناس لازم نكون مستوعبين جدا إن اللي حصل في بداية شهر رمضان كان زيادة في التعامل مع الأزمة من باب التيسير مش من باب التعقيد يعني ما كانش فيه مكتسبات موجودة قبل كده في السنة اللي فاتت وتم التديق فيها بالعكس ده السنة اللي قبلها ما كانش فيه دروس ما كانش فيه مصلة سيدات ما كانش فيه دور مناسبات وده بسبب القرارات اللي كانت وعدها لجنة الأزمة طبعا بنرجع للجهات الصحية قبل اتخاذ القرارية طبعا لإن إحنا بنتعامل من منظور شرعي يعني إنت القضية كلها بتحكمها منظور شرعي ومنظور الشرع لا يختلف عن منظور وزارة الصحة ومنظور إدارة لجنة الأزمة لإن مقاصد الشريعة بتقتضي إن حياة الإنسان مقدمة على أي شيء آخر يعني الإنسان يقدر يصلي في وقت الأزمات اللي فاتت دي ربنا ما يعدهاش علينا تاني يقدر يصلي في بيته لكن لما روحوا تروحوا حياته تروح بشيء من التقصير مين هيحاسب على التقصير ده وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكان دايما نقول الساجد قبل المساجد يعني أنت بتحافظ على حياة الإنسان لأن دي من المقاصد الكليا التي جاءت الشريعة بها وده أمر مرسخ في الشريعة الإسلامية ثم بقى جينا لزيادة بقى التوسعة أن من يوم 27 رمضان من ليلة 27 رمضان تم موضوع التهجد الموضوع ده كان أثار جدل كبير جدا يعني اتخذنا قرار وبعد كده عودنا في القرار أنا عايزة أفهمه من حضرتك يا دكتور مناسبة كويس هي ما كانش فيها عودة في القرار أنت عارف إحنا دولة مؤسسات وإحنا بنقول الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة مش معناها أن أنا بابني مباني بس الجمهورية الجديدة معناها أن أنا بابني فكري كمان بابني إنسان عايز المواطن يكون عنده رؤية ويكون عنده قدرة على استيعاب الواقع واستيعاب اللي بيحصل ده هيجي منين من أننا أكون مسلم الأمر لأهله يعني ربنا بيقول لنا فسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون لما أنا أجي أكون في دولة مؤسسات وأجي أنا كوزارة الأوقاف أنفرد بقرار زي ده ليه تعلق بحياة المواطنين وبصحة المواطنين أنا أكون أساعت من حيث أردت أن أحسن إزاي يعني أنا أخذ قرار دلوقتي كوزارة الأوقاف وأقول خلاص أنا هفتح المساجد على طبيعتها وكذا وكذا ويبقى فيه تخوف من إدارة لجنة الأزمة التخوف ده هما كان تم التوافق بس مش كل حاجة وستشان يتم الإعلان عنها يعني متخذ القرار أو المؤسسات المشتركة في إدارة لجنة الأزمة حضراتكم لن يدركوا شيء في الناس يعني تمارس الشعائر أنا عايز أقول لحضراتك على حاجة مهمة جدا الطفرة اللي بتشهادها الدولة المصرية في بناء المساجد وإحلال المساجد وتجهيز المساجد وفارش المساجد غير مسبوقة في تاريخ مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر